كابتن تعليقك على الهدف الثاني تلقي الكرت الأحمر متفقين عليه لكن هل الهدف صحيح أو المفروض كانت تكون ضربة جزاء؟ طبعاً الكرة إذا اعتبرها عبرت الخط خلاص حتى لو كانت في أساس لمسة يد مدام عبرت الخط تعتبر العقوبة الأشد اللي هي هدف لكن إذا لم تتجاوز كاملة خط المرمى تعتبر جزاء في هذه الحالة فهم إذا كان قرارهم أنه نعم عبرت الخط كاملاً محيطها كامل عبر الخط خلاص يأخذون العقوبة الأشد اللي هي هدف وطبعاً اضطرد لأنه لم ستير متعمدة طب المحرق يعني بطل الدوري البحريني ما شاء الله 35 مرة صاحب خبرة اليوم حسنا من السيناريو اللي شفناه والأحداث اللي شفناه كأنه ظلم تحكيميا وشوفي ليه الأمانة الموسم الماضي المحرق ابتعد عن المنافسة اللغبة كان في الوسط تقريباً لم يعني الموسم الماضي ويبدو هذا الموسم امتداد أول مباراة عادل مع الرفاع واليوم مع الرفاع الشرقي يخسر في الدقاق الأخيرة لذلك أعتقد أنه بغض النظر شو القرار التحكيمية مستوى المحرق متراجع وبحاجة إلى عادة نظر مراوخة من الإدارة إذن مشاهدين المنامة في الصدارة بست نقاط ثم الخالدية ثانياً بثلاثة نقاط اليار رفاع الشرقي بنفس الرصيد النجم رابعاً بنقطة ومبمرات أقل ثم الأهل خامساً بنفس الرصيد وإليكم بقية الترسيب